هذا وقد أقرى مرئيس التلفزيون المصري عددا من اللقاءات الخاصة على هامش الجلسة الفتاحية للحوار الوطني نتابع الحقيقة أنا سعيد بحضوري هذا الحوار والحقيقة أنا بشكر فخامة الرئيس أنه فعلا أتاح الفرصة للكل أنه يتكلم وكل واحد يعبر عن رأيه الحقيقة الحوار أنا شايفه نقطة انطلاق غير عادية بالنسبة للمجتمع المصري أنه نحن نتحاور ونتناقش مع بعض ونوصل في النهاية للأهداف اللي احنا عايزينها اللي بتهمينها كلنا اللقاء أنا شايف فيه نخبة كبيرة من المجتمع كل أطياف المجتمع النهاردة حاضر سواء كان أعزاب سياسية أو أسادزة كله كله بيشارك وديه النقطة المهمة بالنسبة لنا اللي بتخلينا كلنا نلتقي مع بعض ونتحاور ونتناقش لأنه في الهدف بالنسبة لنا مصر مصر أمنا ومصر كلنا وإحنا من غيرها لا شيء وبالتالي المفروض كلنا يبقى كل واحد لي رأيه بيوصل وبيعبر عن وجهة نظره للآخر ونتناقش ونتحاور ونتقبل بعضنا لأنه قبول البعض ده مهم جدا وقبول البعض مش هياتي إلا بالحوار وعشان كده احنا سعداء النهاردة في هذا الحوار وبنشكركم على الدور الكبير بتأدوا أملنا كبير في هذا الحوار أنه ينتهي بمخراجات طليق بالشعب المصر وبدعوة السيد الرئيس ووعد السيد الرئيس بتنفيذ كل ما ينتهي إليه مخراجات هذا الوطني وضمانة حقيقية لنجاح المؤتمر بإذن الله تعالى وما ينتهي إليه من المخراجات حقيقي جهد كبير على مدار عام النهاردة بدايته لجني الثمار وزينا بقول الليحة الموجودة وعدم تحديد صقف زمني لنهاية هذه المخراجات تضع ضمانة وتقطع الطريق على المشركين بأن هناك مخراجات معدة سلفا ولكن الحوار مفتوح للجميع لها خطوط حمراء وإذا بيساعدنا أن نساعد في أن نقول مقترحاتنا بنقول رؤية الحزب في القضايا المختلفة طبقا لبرنامج الحزب وإن شاء الله نقدر نتهي الحوار بمخراجات طليق بالشعب المصر بإذن الله نحن الأول مرة بنجتمع جميعا كأحزاب سياسية نحن نجتمع ونقابل بعض في الفترة الأخيرة بصورة مستمرة ويكون بنا وبين بعض علاقات وطيدة عشان نخرج النهاردة للحوار الوطني بصورة ديمقراطية نحدد بيها بعض الأهداف والرؤى الإستراتيجية اللي احنا هنسير عليها الفترة اللي جاية في ظل الجمهورية الجديدة أعتقد أن احنا في حدث جلل وحدث مهم جدا وإن شاء الله بإذن الله ينتهي بتوصيات ترضي جميع الأطراف سواء كان من اليمين أو من اليسار شايف حاجة جميلة جدا أن جميع الأحزاب متساوية جدا في سواء كانت أحزاب أغلبية أو حزب أحزاب أقلية لأن نهاردة اليوم متميز الحوار الوطني من وقت مسيات الرئيس تكلم عنه السنة اللي فاتت وطرحوا كمبادرة والمبادرة إحنا عادنا فيها أكثر من مرتين سابقتين يعني والنهاردة بقى يعني الحوار الكبير بقى اللي بيجمع جميع الأطراف الخاصة بكده إحنا فيما يتعلق بينا إحنا كمؤسسة جماعية أهلية عضو التحالف الوطني دورنا الرئيسي في الموضوع ده إن إحنا بنتكلم عن الشخص المحتاج الشخص الغير قادر على العيش الشخص المريض الأكثر احتياجا وهو ده بصراحة اللي شاغل القيادة السياسية وشاغل البلد والحكومة أكتر وطبعا الوضع الاقتصادي يعني ده اللي شغلنا جميعا إحنا كلنا متأثرين بالوضع الاقتصادي فحان الوقت بل يمكن يتأخر حبتين وإن إحنا لازم الترحات والكلام على فكرة الموضوع مش قوانين بس المواضيع إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في الدولة اسمها الجمود الإداري حالة الجمود الإداري اللي هي إيه؟ لو واحد مستثمر عايز يستثمر بيلاقي شوية تعقدات إدارية بيش عايف يستثمر لو مواطن عادي عايز حياته تتسهل دور الدولة كمان من خلال حورة الواطنة تسهل حياة المواطن سواء مواطن فقير مواطن قادر اللي اتنين بيشتكوا فمواجهة للوضع الاقتصادي وبجرأة لازم الجرأة لازم الصراحة الوضوح كل الكلام ده كل الكلام ده هو ده المطلوب هو فيه أكتر من محور بيتعلق بالصحافة والإعلام أهمها حرية الرأي والتعبير وضمانات لحرية الرأي والتعبير والحقيقة احنا كمجلس احنا بنضمن حرية الرأي والتعبير ودايما نقول احنا مجلس لحماية الإعلام وليس للمصادرة أو الإغلاق أو القفل ولم يحدث لصدرنا ولا أغنقلة ولكن دايما بنسعى الرأي والرأي الآخر الروح دي انا شايف النهاردة يعني احتفالية كبيرة جدا جوه القاعة القاعة اللي موجودة دي بتعبر عن كل ألوان الطف السياسي يعني انا عايز اقولك مثلا في مواطنين عاديين في ممثلين 62 حزب في شخصيات عامة في فنانين في شعراء في قدباء في رياضيين فإذا هنا القاعة المزدحمة بكل هذه الرموز المصرية بتمارس أقصى درجات الحرية في الرأي وفي الفكر ودي المرحلة الجديدة اللي احنا عايزين ننطلق بيها إذا الناس مستنية بقى مستنية طبيعا انتوا يا رموز المجتمع القيادات يا اللي انتوا مجتمعين في في مدينة ناصر هنا في قصر المؤتمرات عايزة اقولك على فكرة هذا القصر اللي احنا وقفين فيه ايام الاحداث تم حرقه وتم تدميره والنهاردة بيرجع تاني وكويس ان من اول احتفالية سياسية كبيرة تبقى في هذا المكان عشان نقول للناس فيه ناس بتحرق لكن فيه ناس بتعمر وبتبني المواطن المصري لما سامع دعوة الرئيس في شهر ابريل الماضي في 2022 كان الهدف منه ان احنا عندنا حاجة اسمها حوار وطني فالمواطن كان منتظر فيه جلسات لجان فعلى مدار الفترة اللي فاتت لما تم تكلفنا ان انا بقى مكرر عن لجنة الشباب في شهر 9-22 كان الشؤال هنا هل فعلا هنتكلم عن كل الملفات سواء سياسي واقتصادي واجتماعي اللي بتخص ملفات الشباب كانت الاجابة من مجلس الامنة والامنة الفنية اه اسمعوا اعراء الشباب نزلوا شوفوا الشباب محتاج ايه ونقدر نجمع الافكار دي ونبدأ بيها جلسات خلال الفترة القادمة فخلال الفترة اللي فاتت ان احنا من اسكندرية الاسوان سمعنا 108 جامعة حكومية واهلية وخاصة انتم محتاجين ايه من لجنة الشباب اول حاجة محتاجين اتحاد طلبة قوي وانشطة طلابية تاخد الموافقات من قبل رئاسة الجامعة اول معانيين بالموافقات داخل الجامعات سمعنا اقتراحات محترمة بربط الافكار من اللجان المختلفة داخل اتحاد طلبة بالوزارات المعانية عشان شبابنا للأسف ما يعرفش الوزارات بتعمل ايه داخل المجتمع المصري عندنا شباب تاني كان بيطالب بفاصل وزارة الشباب عن الرياضة عشان تبقى وزارة معانية بذاتها تهتم بالشباب فقط مش الرياضة معاها الشباب بيكلم عن تطوع فما يبقاش ليه عملية التطوع ليه بيتكلم عن تكنولوجية المعلومات فما بقاش ليه فيه وزارة معنية بتكنولوجية المعلومات فلانا بقوله كان دايما الناس تقولك ليه عملية الربط ما تفصل وزارة الشباب ان هي تبقى كلها سمعة افكار الشباب اراءهم وطموحاتهم في حاجة مهمة تانية الشباب قالوها هو شبابنا اللي بيدرسوا في الخارج كان عندهم مشاكل وتحديات وسابوا البلد وعايزين يكملوا في شغل برا مصر عشان وفترة الدراسة ما لقوش تفاعل قوي من الدولة المصرية ان هم يخلق لهم انتماء حقيقي فده كان مطلب من الشباب وده حوار وطني بنتكلم فيه علنا فلازم نقعد مع الوزارات المعنية وطموحات وافكار الشباب اللي دارسين في الخارج منها وزارة الشباب منها وزارة الهجرة عشان نقول لا يا جماعة تعالوا نشوف صوت الشباب دي محتاج ايه وتبقى الدولة المصرية في ظهره بالتأكيد حالة الحوار الموجودة داخل الحوار الوطني اكيد هتصفر عن عديد من الحلول والبدائل الممكنة لعلاج العديد من الازمات اللي بيشهدها الاقتصاد المصري بطبيعة الحال بسبب الازمات الاقتصادية العالمية وبالطبع مصر جزء اصيل من الاقتصاد العالمي ومتشابك به بعلاقاته الاقتصادية الممتدة وبالتالي الحوار الوطني من خلال الشق الاقتصادي هيكون مركز اكثر على علاج مشكلات خاصة بنسبة الدين العام للناتج المحل الاجمالي وكيفية التعامل مع عجز الموازنة الموجود حاليا بسبب التغيرات الاقتصادية الحادثة حاليا على الساحة العالمية بالاضافة لموجهة مشكلة التضخم وكيفية التعامل معها وفقا للاليات الاقتصادية المتبعة من الدولة المصرية بالاضافة الى وجهات النظر اللي هتخرج من الخبراء الاقتصاديين المشاركين في اعمال اللجان المختصة بالاقتصاد النهاردة احنا بنقول للعالم كله مصر كلها على قلب رجل واحد مصر كلها تستوعب ازمتها وتسعى الى الخروج من هذه الازمة من خلال حوار مجتمعي واسع جدا موجود فيه كل الوان الطفل السياسي المصري كلنا بنجلس على مدى نستهدف صالح هذا الوطن لسنا في مجال المحاكمات عن الفترة الماضية انما نحن نطلع الى مستقبل نحو جمهورية جديدة ونحن دولة مدنية ديمقراطية حديثة